اشتركوا في القناة المسرح وكان العالم مختلفا كنا للتو خرجنا من الجائحة والصناعة تحاول العودة مرة اخرى على اقدامها واليوم الامر مختلف هل يمكنك ان تعطينا رأيك في اكبر او اهم الاتجاهات التي تؤثر على صناعة الطيران اليوم شكرا لك زاك اسمح لي اولا قبل ان اجيب سؤالك اود مرة اخرى ان اعبر عن شكري وامتناني وتقديري لجميع الضيوف الكرام والمشاركين الذين ينضمون الينا هنا اليوم او عبر الانترنت هذه في الحقيقة هذا اسبوع مزدحم جدا كما ذكر معالي الوزير هذا اسبوع احتفالي حيث الفعاليات التي تحدث الى جانب مؤتمر منتدى مستقبل الطيران رائع بدأنا امس في دي جي سي اي وهو فعالية مع اجتماع الثامن لمديري لمديري العموم لطيران مدني في الشرق الاوسط والذي حضرها سيد شكتانو اليوم لدينا المنتدى ولاحقا اليوم وغدا سوف نبدأ تيسير القمة العالمية عام عشرين اربعة وعشرين سميت من جانب المنظم التراني المتنية الدولية على انها سنت التيسير وهذا شيء مهم جدا لانها تلبي موضوع ان نوفر تجربة مسافر افضل على الصعيد العالمي واول قمة على الاطلاق ستنعقد غدا هنا في الرياض علاوة على ذلك نحن نعقد اجتماع ار اس او وهو الاجتماع الاقليمي للسلامة والمنظمات المشرفة على السلامة في شقل اوسط وشمال افريقيا وتستضيف المملكة في الرياض والان نضيف المزيد من الدول فيها وسنعقد اول اجتماع غدا ايضا يوم الاربعة سوف نعقد اجتماع الواقع وهي وهو اجتماع الاتحاد المجلس الدولي للمطارات وهي منظمة تشمل اكثر من 2500 مطارا حول العالم لذلك هو اسبوع احتفالي بالنسبة للطيران العالمي واعتقد ان هذه اكبر مجموعة من الفعاليات تحدث في مجال الطيران هذه السنة في عشرين اربعة وعشرين واخيرا اود ان اشكر الرعاة خاصة ندلب والذين كانوا داعمين جدا لنا في جلسات سابقة وجميع الرعاة الاخرين بالعودة الى سؤالك يا زاك اعتقد ان الكثير قد حصل منذ ان تقابلنا المرة الماضية فيما تعلق بالحجم فان الطيران العالمي مر بالكثير من التغييرات في السنوات الاخيرة اكثر مما رأيناه في اي صناعة اخرى عبر التاريخ نحن نمونا تقريبا من صفر رحلات الى تقريبا 37 مليون رحلة طيران في سنة الماضية هذا امر غير مسبوق وكذلك يثبت المرونة والمتانة والقوة في صناعة وقطاع الطيران العالمي كما يثبت ايضا اننا معا يمكننا ان نعمل ويمكننا ان نضع ايدينا بايدي بعض لنواجه اي تحت حديات مستقبلية تقدر المنظمة الطيران المدني الدولي اذا نظرنا الى سجل تسارع الطيران نتوقع انه بحلول عام 2050 سيكون عدد المسافرين عالميا سيزيد من 4.6 مليار في عام 2019 2019 الى 11.5 مليار مسافر في 2050 بالنظر الى هذه الارقام اذا عدنا الى عام 1958 كان الاجمال مليار فقط عالميا في 20 سنة تضاعف ذلك الى مليارين بحلول عام 2004 اذا في عام 2019 قبل الجائحة وصلنا الى تقريبا اربعة ونصف مليار والان عدنا الى 11.5 مليار نتوقعه قريبا نرى الكثير من التقنيات المربكة والتي تغير قواعد اللعبة والكثير من التقنيات والتي تؤثر على كثافة المسافرين ونرى المزيد من الشرائحة التي تسافر الان جوا والذين ربما لم يسبق لهم السفر سابقا طير بالجو كل هذه الارقام وهذا النمو الهائل يبين لك الجانب اللامع والمشرق من القصة الا ان هناك تحديات وهناك الكثير من الاشياء التي يجب ان نتحدث عنها فيما تعلق بتقنيات الطيران لدينا تتحديات فيما يتعلق برأس المال البشري للمؤامة الوتيرة المتنامية علينا ان نتأكد ان لدينا العنصر البشري ورأس المال البشري المتاح بشكل مناسب والطيران يتطلب مهندسين وطيارين وطاقم طيران ذوي تقنيات ومهارات معقدة وجيش من المهنيين والفنيين والاشخاص الذين يعملون على الطائرات هؤلاء كلهم اشخاص ذوي مهارات عالية يجب ان يكون لدينا المهارات اللازمة والتدريب المناسب والمحفزات المناسبة للابقاء على هؤلاء الناس وان نحتفظ بهم والتحدي الثاني هو التمويل اعتقد اننا نتصارع في قطاع طيران مع غيرنا من قطاعات الاخرى لنتأكد اننا نحظى بالتمويل المناسب وهذا مرة اخرى يعتبر تحديا ينبغي ان نتعامل معها الامر الثالث وبالنسبة لي هو الاكثر الحاحا اليوم هو التصنيع وسلاسل الامداد وما يحدث فيهما من ارباك وما يحدث في اصناع الطيران عالميا اليوم والتي تواجه الكثير من اوجه العجز في قطاعات وقدرات التصنيع والتحديات في اجمال سلسلة الامداد للعملية بالكامل وهذا جانب نحتاج حقا ان نركز عليه وانا متأكد ان هناك عددا من المتحدثين المتميزين من القطاع ومن الشركات المصنعة الاصلية الرئيسة والذي سيتحدثون معنا اليوم واملوا ان يعطونا اطمئنانا او يطمئنانا حول المستقبل الامداد العنصر الرابع والاخير الذي اراه وهو الاستدامة البيئية فالاستدامة تعتبر عنصرا وهدفا مهما جدا وجميعنا اتفقنا على حماية الطبيعة الام وجميعنا اتفقنا على وضع اهداف مستهدفة واضحة بخصوص صفر انبعاتات كربون بحلول عام عشرين ثلاثين عشرين خمسين او ستين او سبعين حسب ظروف كل دولة الا اننا اتفقنا كذلك على ماذا وعلى لماذا ولكن لدينا مشكلات حول الكيفية لذلك نحتاج الى ان نجلس معا على الاقل للامثلة الاربع التي ذكرتها هي امثلة للتحديات التي اتوقع ان هذه المجموعة من الخبراء والقادة سوف يخوضون غمارها وتجادلون بشأنها في اليومين القادمين واملوا بنهاية اليومين ان نخرج بخارطة طريق تدلنا وترشيدنا للتعامل مع هذه القضاءة المستقبل تحدثنا عن اطار المدنية الاستدامة توافر الطيران والطائرات وكذلك رأس المال البشري القصة السعودية كذلك تتعامل مع هذه الاشياء اود الان ان اركز على ما تقوم به او ما قامت به المملكة العربية السعودية حيال هذه التحديات وكيف تنضي قدما المملكة في قطاع الطيران 2030 سنة استثنائية في قطاع الطيران في 23 سنة استثنائية في قطاع الطيران في المملكة اعداد المسافرين وصلنا الى 112 مليونا مقارنة ب88 مليونا في عام 2022 وهذا على الاقل زيادة بنسبة 27 في المئة سنة بعد سنة في اول ربع هذه السنة شهدنا تقريبا زيادة بـ 20 في المئة اخرى وهذا فيما تعلق بارقام الركاب وفيما تعلق بالاتصال هذا هدف اخر من استراتيجياتنا للطيران من 100 الى 250 نقطة وجهة وصلنا الى 148 من الوجهات المباشرة من المملكة الى جهات دولية وهذا يعتبر زيادة بنسبة 47 في المئة عن السنة الماضية سنة 2022 والشحن كذلك لم يقم بالقيام بما نتمناه ولكن ما زادنا لك زيادة بنسبة 6 في المئة في الشحن ونريد ان نصل الى زيادة اكثر للوصول الى 1.45 من 100 مليون واعتقد اننا وصلنا الى مثل هذه الاشياء في 2023 والاتصال هو والترابط تركيز كبير ما الذي تقوم به السعودية وما هي مقاربتها للتعامل مع قضية الترابط والاتصال وايضا ما الذي ربما تعاني السعودية الحكومة فيه فيما تعلق برابط بين هذه القطاعات المختلفة لدينا احمد العطيق مع لي سيتحدث عن السياحة لاحقا والتكامل بين كل هذه القطاعات معا ما الذي تقوم به السعودية فيما تعلق بقيادة هذا التكامل والدمج بين الحكومة لكي تقود الاتصال قدما اعتقد ان موضوع هذا المؤتمر هو الارتقاء بالترابط الترابط شيء مهم جدا واستراتيجية الطيران الوطنية تعتمد بشكل كبير على بقية الاستراتيجيات الوطنية سواء كانت استراتيجية الساحة او الاستراتيجية الصناعية او استراتيجية الحج والعمرة او استراتيجية الاستثمار ولذلك فعندما كان تمت عندما صممت استراتيجية الطيران وكونات واعتمدت اخذت في الاعتبار كل هذه الاستراتيجيات الوطنية الاخرى الطيران في نهاية الأمر هو ممكن اقتصادي كبير ولا أعتقد أن هناك استراتيجيات وطنية أخرى سوف تحقق المستهدفات المتوقعة منها إذا لم ننجح نحن في مجال الطيران لنحقق هذا الترابط وهذه المستهدفات كما ذكرنا هناك عدد من المكونات الرئيسية والتي لا تتجزأ من هذه الأشياء مثل المطارات والطائرات وخطوط الطيران والمرافق ونفس الأمر إذا كنت أتذكر الأربع كلمات التي تبدأ بحرف الإي الذي نقشناها بحرف الإي وسأضيف لها نقطة خامسة الآن نقشناها منذ سنتين المطارات أعتقد أن معاليه وبعض الفيديوهات بيّنت التقدم المحرز في المطارات السعودية من أكثر من 100 مليون إلى أكثر من 300 مليون لتستوعبه إطلاق مطار الملك سلمان واعتماد التصميم والبنية التحتية والمخطط الأكبر له نعمل بالفعل في الأرصفة وفي الأماكن القديمة وسوف نزيده بحلول عام عشرين وخمسة وثلاثين نصل إلى أكثر من عشرين خمسة وعشرين نصل إلى أكثر من 150 مليون ومطار الملك عبد العزيز حالياً والأكبر في المملكة وصلنا إلى ثلاثة وأربعين مليون السنة الماضية ونتوقع هذه السنة أن نتجاوز الخمسين مليون المخطط الكبير تم اعتماده ونعمل على الأرطفة وعلى الصالات ونعمل على مركز اللوجستي ومركز الشحن وكذلك صالات الحج والعمرة وفيما تعلق بالخص أو التخصيص التخصيص عنصر مهم جداً في تحقيق هذا الترابط والاتصال المملكة هل لديها أول نموذج نجاحة لشركة بين القطاعين العام والخاص في الشرق الأوسط في عشر الفين واثناشر قمنا بتوقيع أول تفقية مقاصة مع القطاع الخاص في مطار المدينة في الفين وخمسة عشر بدأ المطار بثمانية ملاينا راكب بتمويل كامل وتشغيل كامل من القطاع الخاص ومنذ ثلاثة أسابيع وقعنا توسعة لنفس العملية المقاصة مع نفس المستثمر لزيادة القدرة إلى سبعة عشر مليوناً بحلول عام عشر ثمانية وعشر وأطلقنا كذلك برنامجاً لتخصيص بعض المطارات الإقليمية المناطقية الأخرى الموجودة في بعض المناطق مثل كذلك المناطق السياحية مثلاً بعضها واحد وثمانعشر مليون نريدها أن يصل إلى ثلاثة عشر مليون وكذلك أطلقنا RFQ وهو الطلب المؤهلات ونحن أذهلتنا التغذية الراجعة الإيجابية التي تلقيناها من المجتمع الدولي أكثر من مائة شركة ومشاغل مطارات ومشاغل ومقاول مطارات ومستثمرين أظهروا اهتماماتهم وأبدوا اهتمامهم في الاستثمار والمشاركة في هذه المطارات وهذه شهادة لقوة الاقتصاد السعودي وشهادة على قوة قطاع وستراتيجية الطيران في السعودية وهناك الكثير والكثير من المطارات في المناطق التي نطورها من خلال التحصيص وفي خطوط الطيران أطلقنا كذلك الرياض Air أو خطوط الطيران وليكن لدينا اثنين من خطوط الطيران ذات الخدمات المتكاملة باستراتيجيتين متكاملتين في جدة وفي الرياض وكذلك نتوسع فيما يتعلق بخطوط الطيران ذات التكلفة المنخفضة AOC سيتم أطلاقها في الدمام قريبا وهناك خطوط طيران أخرى سيتم أطلاقها في المدينة وغيرها في بعض المطارات الأخرى نموذج التكلفة المنخفضة يحدث إرباكا كبيرا في السوق وفي المملكة وحدها رأينا زيادة في حصة السوق لهذه الشركات في السنتين الماضيتين زادت من 27% إلى 42% في السوق الداخلي وبالنسبة للسفر الدولي من خلال هذه الشركات منخفضة التكاليف تضاعف من 16% إلى 32% مرة أخرى فيما يتعلق بخطوط الطيران هناك الجديد منها وأعتقد أن كما تحدثنا المرة السابقة الكلمة الثالثة كلمة Aircraft أو الطائرات وهذه أعتقد أنها من أكبر المكونات التي قد تعيق النمو الحقيقي للطيران العالمي ولا أريد أن أتحدث عن ذلك كثيرا لأنها موضوع مهم جدا وأمل أن القطاع بالكامل يمكنه أن يأتي بحلول مريحة ومطمئنة لضمان توافر الطائرات المطلوبة وكذلك هناك عدد كافي هنا في السعودية من الطائرات في سنتين الماضيتين أليس كذلك نعم بالطبع أعتقد لواصل نفس الموضوع نحن هنا نسمعوا أن معدل الإطلاق الآن بين 15 إلى 16 ألف طائرة بين المشغلين الرئيسيين أو المصنعين الرئيسيين والأصليين ولكي تشغلها نحتاج 12 سنة للتسليم والتحديات ليست محدودة فقط للشركات المصنعة الأصلية وخطوط التجميع ولكنها كذلك متعلقة بسلاسة الإمداد بالكامل والمحركات وغيرها أنا لست خبيرا ولكن أنا متأكد أن من بين منهم في القاعة والإنترنت لدينا الكثير من القادة والتنفيذين دوي الخبرة والذين أعتقد أنهم سيتحدثون عن ذلك لاحقا فيما تعلق بالمرافق أعتقد أنه إلى جانبي أو بعيدا عن اللونجات والصالات وأماكن تحسين تجربة المسافر أطلقنا كذلك الكثير من الإصلاحات التنظيمية في السياسات الاقتصادية وسياسات حماية العميل لضمان أن الاستثمار أو بيئة الاستثمار في قطاع الطيران شاملة وجاذبة للقطاع الاستثماري الأجنبي ولدينا كذلك الأرض المشتركة المناسبة للمستثماري الأجانب وللتحرير سوق قطاع الطيران سواء مطارات أو طائرات أو كل مزود خدمات وشرائحهم وأخيرا الكلمة الخامسة وهي اير سبيس أو الفضاء الجوي الفضاء الجوي المملكة العربية السعودية بها مساحة واسعة ومساحة المملكة تقريبا 21 مليون كيلو متر مربع وتقريبا نفس المساحة في البجاء الجوي وتطلع السعودية بدور هام للربط بين الشرق والغرب في الطيران العلوي وفي البر كذلك وفي أوقات الثروة تكون عدد الطائرات التي تمر عبر المملكة سواء تهبط أو تقلع أو تمر في الأعلى تصل إلى أكثر من أربعة آلاف في اليوم ونفخر بأن لدينا شركات ملاحة السعودية للجوية يديرها سعوديون وسعوديات يديرون سماءنا بشكل ناجح جدا وبمهنية كبيرة وبالعناية الواجبة وزعات والقلاق الأخيرة في المنطقة ناجحنا في تحويل خطوط ومسارات الطيران في ساعات بطريقة آمنة ولكن في مجال الفضاء الجوي نعيد تصميم فضائنا الجوي ومجالنا الجوي لنتأكد أن لدينا وطبع هذا يتم بالشراكة مع جيراننا في المنطقة لنجد مسارات من أوروبا إلى أفريقيا إلى الشرق الأوسط بالعودة إلى الخليج وإلى شبل قارة الهندية والهدف هو أن نجد مسارات أقصر وأكثر كفاءة وأقل وقتا وهذا أفضل لتجربة المسافر وأقل تكلفة في سعر التذكرة وأقل استهلاك للوقود وأيضا في نهاية أفضل من ناحة الاستدامة البيئية تحدثنا الآن عن خمس كلمات تبدأ بحرف A لم أسمع من قبل من يشرح هذا الأمر بهذه الطريقة يسهل ذلك الأمر أن نتذكرها ليس فقط قصة النمو ولكن كذلك الإشكاليات والقضاء التي تتناولها لننظر الآن إلى بعض القضاء الأخرى وبعض الحلول لنبدأ هذا النقاش لليومين القدمين تناولت بعض هذه النقاط ولكن ما هي النقاط الأساسية التي نحتاج إلى معالجتها والتعامل معها في اليومين القدمين أعتقد أن رقم واحد كما ذكرت سابقا التصنيع والإرباك وتعطل في سلاسل الإمداد وأعتقد أن ذلك شيء أود أن أرى هذه المجموعة من الخبراء والقادة يناقشونه في اليومين القدمين لنرى كيف يمكننا أن نحل هذه القضية أيضا على نفس القدر من المساواة ومن الأهمية رأس المال البشرية لدينا معالي وزير الموارد البشرية ولدينا مستهدافات لدولتنا ولكننا نتحدث كذلك عن مجموع المهارات العالمي من الخبرات ومع النمو وتطلعات النمو في خطوط طيران جديدة ومطارات جديدة والنمو حركة الركاب يتطلب ذلك جيشا من الأشخاص للتعامل مع ذلك الأمر وتوفير التدريب المناسب والمحفزات المناسبة وهذا جانب يجب أن يتم تناوله التمويل قضية أخرى وأعتقد أن كل الشرائح الاقتصادية يتنازعون حول نفس القدر من التمويل والطيران مثل ذلك لدينا مصادر تمويل حكومية من الحكومة أو من القطاع نفسه وتوليد الأموال أو من القطاع الخاص إذا بدأت بالأخير القطاع الخاص كما تتخيل سوف يستثمر فقط في بعض أو مع بعض السقوف ومع وجود عائد على استثمار القطاع اليوم أعتقد أنه في ذروته ونحن نرى الآن نموا إيجابيا في الصناعة والقطاع بالكامل لكن مثل غيره من القطاعات ومثل غيره من الدورات الاقتصادية نتوقع أن يكون لدينا دورات هبوط وفي هذه الأيام نحتاج دعما من الحكومة ونحتاج من الحكومة أن توصل دعم هذا القطاع لأن كما ذكرت سابقا الطيران لا يمكن أن ينظر إليه على أنه مجرد عوائد وأرباح وخسائر لا هذا شأن مهم جدا وإذا عجب أن ننظر إلى الوضع الاقتصادي الكلي كل منصب أن نوظفه في الطيران يخلق أربعة أو خمسة أخرى في القطاعات الأخرى سواء مباشرة أو غير مباشرة وكل دولار نستثمره في هذا القطاع نحصل عليه في الناتج المحلي الإجمالي بأربع أو خمس أو ثلاثة دولارات حسب الأمر إذا كان ناتج إجمالي محلي أو ناتج صافي ناتج محلي هذه بعض القضايا التي يجب النظر إليها وأعتقد كذلك أن موضوع الاستدامة البيئية يبقى أيضا أو على الأقل من ناحية كيفية يبقى تحديا أيضا التدقل الجوي المتقدم أعتقد أنه وكذلك قضية أساسية تحدثت عن النقطة الخامسة أي المجال الجوي وتحسين التنقل الجوي كيف يمكن الحكومة أو كيف لكم أن تحرزوا تقدما في التقنيات الجوية كل يوم والتغيرات حولنا في هذا المجال لو تعلق موضوع التقدم في التنقل الجوي هذا موضوع مهم جدا وذكره المتحدث في البداية وأدعو الجميع لانضمام وزيارة الجناح Advanced Mobility والأدوات والطائرات التي يتم تقديمها وعرضها هناك من جانب عدد من الشركات الرائدة Advanced Mobility وهو شيء قادم وهو مهم جدا كجزء من السوق وأعتقد أنه تحدي أمامنا كمشارعين ومنظمين يجب أن يكون لدينا الأطر التنظيمية المناسبة والتي تتناول السلامة والأمن وكذلك تلبي عمليات إدارة الجوية والفصل بين الطرق التقليدية وغيرها لكن بالطبع في مدينة مثل الرياض حيث سنصل إلى أكثر من 12 مليون من السكان نحن نحتاج حقا إلى وجود هذا النوع من التنقل ونأمل في أقل من شهر في الحج القدم سنجرب أول EVTOL كتجربة من هذه التقنية في الموسم الحج فيما تعلق بالقدرات البشرية ورأس المال البشري تحدثنا عن صفر إلى 18 ألف رحلة وتحدثنا عن الصناعات والطائرات وتحدث إلى أشخاص نحتاجهم للمضي قدما ما هي منهجياتك ومقاربتك في زيادة الرأس المال البشري هنا في المملكة وكيف ترى ذلك إشارة ترسلها لبقية القطاع عالميا هذا سؤال صعب بعض الشيء أعتقد أولا هذا القطاع قطاع سمعة جيدة معروف جدا ويتطلع الناس للعمل في قطاع الطيران لذلك لسا لدنا تحدي في هذا الصدد كأنه عامل جزء أعتقد أن الأمر المهم أننا يجب أن نراجع المهارات ومسيرات الرواتب التي تدفع لها الأشخاص وكذلك المحفزات والتدريب نحن كمشارعين ومنظمين وقادة القطاع يجب أن نتأكد أن لدينا أكاديميات التدريب المناسبة والمعاهد التدريبية اللازمة لتوفير أحدث متطلبات التدريب لهذا القطاع الخاص المنظومة بالكامل يجب أن تعمل معاً سواء كانت المشارعون والجهة التنظيمية والجهة الحكومية الأخرى المطارات والطائرات والخطوط والطيران لنتأكد أننا لا نتنازع على نفس مجموعة المهارات بالنظر إلى هذه القضاء الأساسية ما عليك مع ختامنا لهذه الجرسة هنا ما هي رسالتك لجميع من يجلس هنا في الجمهور في اليومين القدمين أعتقد أن موضوع المؤتمر هو الارتقاء بالاتصال والترابط ونود أن نرى المزيد من الترابط 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 وأن يتم تحسينه وكذلك رأيي المتوضع هو أننا كمنظمين جهة مشرعة منظمة نريد أن نعمل أكثر تجاه تحرير السماء وأن تكون السماء مفتوحة وأن نسمح بالتنقل الجوي بسلاسة أكبر رائع شكرا جزيلا لمعليك سمعتم هنا الترابط 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 هذه هي الرسالة الأساسية هذا هو التحدي ونتطلع إلى النقاشات في اليومين القدمين شكرا لمعليك جدا على هذا الحور شكرا جزيلا شكرا جزيلا